فتقول سمع الله لمن حمده معناها استجاب الله لمن حمده ولذلك إذا رفعنا ماذا نقول ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده نقول ربنا ولك الحمد فيقول وهذا هو الواجب ربنا ولك الحمد هناك زيادات على كلمة ربنا ولك الحمد هذه الواجبة وقد جاء في الصيحين ربنا ولك الحمد بالواو وجاء في الصيحين ربنا لك الحمد بدون واو وجاء في الصيحين اللهم ربنا لك الحمد بدون واو وجاء عند البخاري اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة الواو وجاء عند أبي داود كما ثبت لربي الحمد فينوع الإنسان مرة هكذا ومرة هكذا هذا هو الواجب ما زاد من ذكر فيكون مستحبا إذا نقول ربنا ولك الحمد فيه زيادات من مجموع ما جاء في صيح مسلم وفي غيره في الصعاح وفي السنن إذا قلت ربنا ولك الحمد تزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أهل الثناء والمجد يعني يا أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولينفع ذا الجد منك الجد هذه إن أتي بها فحسن من السنة لكن الواجب ربنا ولك الحمد لكن هناك أمر وهو بعض الناس إذا قال هذا القول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد سجد لم يتم المعنى لم يتم المعنى أحق ما قال العبد هذا مبتدأ أين خبره اللهم لا مانع لما أعطيت جملة وكلنا لك عبد جملة حالية معترضة بين الجملتين أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ما هو أحق ما قال العبد أكمل اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد تنبى لمثل هذه لأن البعض أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد الله أكبر أين التكملة كمل حتى يكمل المعنى حتى يكمل المعنى